الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وساحبه ومن وهله لا كفال الله كفال 169 حلقة 169 تحلقت الحلفات ديبا احتدار وموتنا النبي صلى الله عليه وسلم ديبا اتهاقيته ديبا الله ان شاء الله حيرة الصحابة وموقف أبو بكر رضي الله عنه ديبا قلنا اتهاقيته حيرة الصحابة رضوان الله عليهم وموقف أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم كم سلم وتعالدت وتسرب الخبر بين الصحابة خلال اللحظات فأظلمت عليهم الدنيا وكادوا يفقدون وعيهم فلم يكن يوم يوم أحسن ولا أدوى من يوم دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة ولم يكن يوم أظلم ولا أقبح من يوم مات فيه وكان لهم ضجيج كالضجيج الحجاج من البكاء وقام عمر بن الخطب رضي الله عنه في المجد يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يموت ولا يموت حتى يفن الله المنافقين وأخذ يتوعد بالقطع والقتل من يقول انه مات والصحابة حوله في المسجد حائرون مندهشون وكان أبو بكر رضي الله عنه قد خرج من مسكنه بالنسح حين رأى الخفة في مرضه صلى الله عليه وسلم صباحا فلما توفي صلى الله عليه وسلم أقبل أبو بكر على دابته حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة فكشف وجهه فقبله وبكى ثم قال بأبي أنت وأمي ولا يجمع الله عليك موتتين ألم الموتة التي كتبت عليك فقدمتها ثم خرج فقال يجلس يا عمر فأبى أن يجلس فتركه وجاء إلى المنبر وقام بجنبه وترك الناس عمر وأقبلوا إليه فتشهد وقال أما بعد من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين قال ابن عباس فوالله لكأن الناس لم يعلموا إن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس فما أسمع بشرا من الناس إلا يتدوها قال عمر فوالله ما هو إلا أن سمعت أبو بكر تلاها فعرفت أنه الحق فعقرت حتى ما تلقني حتى ما تقلني رجلائي وحتى هويت إلى الأرض فعرفت أنه قد مات قال إلا من لبن هلا أبو بكر رضي الله عنه وعمر النبي صلى الله عليه وسلم كمسا الوحفاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لخبر أن تشرب قيد بقيد النبي صلى الله عليه وسلم كمسا الموتى وأصوات فقراء وأبو كاي السحابة رضواني الله عليهم كمسا الحجاج لتلبية عندو ودو عندو الهرور وبلن عيوم تسمى لهم من عيوم تسمى كمسا الوحفاء من نبو كاي ومن دنقات ومن هول لنا خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضواني الله عليهم اللو كذل عمر بن الخطاب قانطا كانت قانطا رسول الله يموتاني وهي موت اسق المنافقين لمنهم خلص والنبي موتاني بيلا أنا لسي في أبوك الرجل بيلا ولا صحابة حوالينا علوا باقوا على التباكات علوا ومحتارين علوا وأبو بكر رضي الله عنه ويعلاني برا فاقر على وحر بدأ بطنا يبا مطعن لنا يندطعنا مطع ومننا تكرر وجوه على طول دي بعائشة أتا والنبي صلى الله عليه وسلم قاسد على يعني اللون لابو دي با حبر لابو دي باقوا ببال البوسا معلو وطوالي لابتو كشفا وسعميو وبكا وبيلا ببيا وبيميو انتا ببا فاديكا بيلا ورب العالمين كل اموت يجامع دي بكاني بيلاي صلى الله عليه وسلم لاموت الأول لاقين ركبكا بيلايو وحقهو برا فاقرا وغل عمر قصة بيلايو وعمر هيني يدقسا وأدمومنو دي با منبر عرقا وعمر بجفر على والأدام هيني عمر أدمومنو كذي أبو بكر واللبو وشهد بيلا شهد ان لا إله إلا الله وانا محمد رسول الله وحقهوها بيلايو رب العبد على ربي حي دائم تيميد ومحمد العبد على صلى الله عليه وسلم محمد موتب عليهم صلى الله عليه وسلم وإلا آيات قرآ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الآية دي بسورة العمران إلا قرأ أقلهم إلا وكت اللي يعني إلا آيات إلا الشيخ صحابي جليل لبن عباس رضي الله وعنهم اللي بل هلا لأدام إلا وكت إلا كمسال قدم إلا كريت يكوني للآيات إلا وسعم عميكم ومن أبو بكر قرعيه كل الأدام قرعه والتلية قبعه وأوروك التحقان باطره وعمر مبيله والله كمسال يسمعكوا وكمسال يقرأكوا مثلا عدس كبو بكر قرعه والعقابيه لأقل يقل رفعاني قادراتي عليا نعلق اللي حملاني قل يقل رفعاني حتى ما تقل نير يلاي يعني سكل العقابيه رفعاني والحواني والهرساني وقل الطرد يبن قادر يعلقو لابن علاء والدب مدر قصة وآمرات أكد أن النبي صلى الله عليه وسلم وفا حقوها اختيار أبو بكر لخلافته صلى الله عليه وسلم وكان أهم قضية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اختيار أمير يقوم مقامه صلى الله عليه وسلم في إدارة شؤون البلاد والعباد في رسول العباد والبلاد وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرى أنه أحق بالخلافة لقرابته منه صلى الله عليه وسلم فاجتمع هو وزبير ورجاله من بني هاشم في بيت فاطمة رضي الله عنها واجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة ليختاروا أميرا منهم واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وذهب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ومعهما أبو عبيدة بدن الجراح والمهاجرون إلى سقيفة بن ساعدة فجرى بينهم وبين الأنصار نقاش وحوار ذكر فيه الأنصار فضلهم واستحقاقهم فقال أبو بكر إنما ذكرتم من خير من خير فأنتم أهله وما تعرفوا العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش أي لا ينقادون الحكم أحد قير قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا ثم أخذ بيد عمر وبيد أبو عبيدة وقال قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فقال رجل من الأنصار منا أمير ومنكم أمير فكثر اللقط والأسوات وخشوا الاختلاف فقال عمر لأبي بكر أبسط يدك فبسطها فبايعوا هو والمهاجرون والأنصار هذا يعني الوقت الذي بقى شوية خلاف حصلة فنقيلة سحابة الأنصار وعلي بن الطالب أنا أحقبها لأقلق رابته أنا يعني بيلا وأزبر الزبير بن العوام ومجموعة من الصحابة من بني هاشم ومجموعة دي بيس فاطمة اجتمعوا ومجموعة سقيفة بني ساعدة اجتمعوا أمير قل اللي اختيروا منهم وبو بكر وعمر عحيد نسأو كالي بلا كانت سقيفة قيسو وأبو بكر وعمر وأبو عبيدة عامر بن الجراح لهم سقل ما هاجرينتم سقل سقيفة بني ساعدة الأنصار لأهلو دي بقى لهم قيسو ونقاش حصلة بنجيهم حتى كالأدفاء هالو وعقوة وبكر بيلا يوم والله لهم حناك إن حناك إن حناك إن حنا وفادلناك انت بيلاو أنت من تقول لكم خير ولكن هنا وسطاق وريش هنا وإلا حنا وإلا بيلا يوم وبكر وأقنع يوم بقية اللي تماما فما يوم وإلاهم كلهات منهم أوروة حراو أو عبيدة أو بكر كمسل بيلاو أورو منا أنسار ناس من هنا وناس منكم بيلا إلا وقت الله عمر بيلاي أبسط يدك لأوبكر وبكر ديو باتسا يعني ديك مدد بيلاي وديو مادة وعمر بايعيو بايعيو ولا مهاجرين كلهم بايعو إلا وقت الله والأنسار كمان بايعو وابلاء أبو بكر خليفتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبأ لكفال الذي بل أنت تهليت كفالة مطي التجهيز وتوديع الجسد الشريف إلى الأرض ديباء سكنة الأيد حلو أمان وسلامات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر